اللهم صلي وسلم مبارك على افضل المرسلين وحشتوني جدا 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 كل سنة وانتو طيبين النهاردة عندنا فيديو جديد من وصفات سلايم وتعالوا بقى نشوف الفيديو بس ياريت ندوس اللايك ونشترك في القناة بسم الله الرحمن الرحيم والنهاردة هنعمل وصفة سلايم بالدوني اللي هو الدوني ده ايه يا جماعة عشان ممكن يكون مش موجود في معظم الدولة العربية الدوني ده اللي هو مناعم الملابس مناعم الملابس انا جايب الكيس ده حوالي بجنو نص ولا حاجة يعني سار رخيس جدا واخدت منه نقطة صغيرة بس يعني عشان رحة الدوني دي عالمية بجد رحة نسيم البحر بجد رحته حلوة قوي انا اخدت منه حوالي نص معلقة صغيرة او معلقة صغيرة خالص من الدوني تمام حطيت عليهم معلقتين من المية وهحاول ادوه بكويس الدوني مع المية وانا بشم رحته كده رحته حلوة قوي حلوة قوي بجد انا بحب قوي الاسلايمات اللي عملها تبقى راحتها مريحة وتبقى راحتها حلوة وكل كمان مستو ان انا كل ما لعب بيه كل ما رحته بتفضل في ايدي ورحته تفضل كده شميها طول الوقت فبتبقى جميلة جدا بعد كده هحط معلقة صغيرة خالص من سابون سائل السحون تمام سابون سائل السحون سابون السائل السحون ده بيفيدني في ايه بيفيدني ان انا الاسلايم اللي بعمله بيساعدني ان هو بيديني سلايم بابلز بيعمل في القعير في واحده وبيبقى جميل جدا بس انا استغربت من حاجة ان الدوني تفاعل مع السابون السائل وعملت كده زي ايه فورون كده زي فورون كده انا استغربت بصراحة اللي يعرف هو ليه عمل فورون دايرتي يقول لي تحت في التعليقات المهم ان انا عايزة اخلي ريحت وشكل سلايم زي الدوني بالزبط فرحته دي خلاص عملت فانا حبيت اضيف نقطة من اللون الازرق عشان انا حسيته انا لما حطيت النقطة الصغيرة وحطيت معايا السابون سائل السحون والمية حسيت ان اللونه فتح قوي فمش هيديني اللون الدوني اللي انا عايزة فانا قلت لا اضيف نقطة من اللون الازرق عشان يديني نفس اللون والريحة وحس فعلا ان انا مسكة دوني بلعب بيه فدي حاجة تبقى حلوة قوي ومتشواء قوي للتجربة النهاردة بجد يعني بس الريحة يا جماعة انا مش قادر اقول لكم عريحة حلوة ازاي هاضيف دا حسب الرغبة نقطة بس من الجليتر كده شوي صغيرين خالص يديني لمعة في الاسلايم يعني الجليتر دا حسب الرغبة هو بيديكم بس مش اكتر لمعة كده يعني زي لمسة جمالية نعمله زي بتاع المحلات بالزبط دي مستو عايز افكركم بحاجة ان انا هنزل اسئلة المتابعين اللي انا قلتلكوا ان انا نزلتوا شهر رمضان الاسئلة الرمضانية عن القرآن الكريم معلومات عامة وهنزل الاجوبة في اخر الفيديو فخليكم تفرجوا على الفيديو الاخرى عشان تشوفوا انا نزلت اسئلة مين والاجابة بتاعت الاسئلة بتاعت الفيديو اللي فات المهم انا ضفت اي دلوقتي انا ضفت حوالي معلقة كبيرة من الغرى الابيض غرى ابيض تقيل الغرى الابيض التقيل ده انا بلاقيه عادي في المكتبات بس انا عايزة نوع تقيل عشان انا قلتلكوا قبل كده النوع الخفيف ده بيبقى مخشوش بيبقوا خلطين غرى مع حاجات تانية فما بينجح ليش وصفات الاسلائم اللي انا بعملها فعلشان كده لازم تختاروا نوع تقيل عشان ينجح وصفة الاسلائم بتاعتكو وتبقى نجحة مية في المية تمام بلاقيه في المكتبة او محلات الحدائد والبيات المحلات الحدائد والبيات دي هي ايه المحلات اللي بتبيع دهان الحوائط تمام بتلاقوا عندهم عالبة غيرة مثلا قلنوا عايزين من نوع تقيل والنظيف فده بينجح ليش وصفة الاسلائم بيكون يا جماعة سعر رخيص جدا يعني العلبة الصغيرة هتعمل لي اكتر من عشر علب سلايم كبير كمان من الحجم الكبير المهم انا كده ارتحت النفسية لما لقيت نفس اللون الدوني تلعلي كنت فرحونة جدا 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 بعد بقى ما حسيت ان انا خلاص كل المكونات اختلطت من بعضها فانا جبت ايه بيرسيل جيل بيرسيل جيل ده اللي هو بيرسيل بتاع غسيل الملابس تمام ده بديل البوركس بيرسيل جيل ده بديل البوركس وانا طبعا عملت قبل كده معاكم كتير بديل البوركس زي محلول العدسات زي اه الدنكار زي المحاليل الملحية اللي انا بشتريها من الصيدلية بقوله انا عايزة محلول ملحي يكون فيه نسبة البوركس عالية دي كلها بديل البوركس مش متوفر في جميع الدول العربية بيكون متوفر كمان بنسب قليلة جدا عشان هم بياخدوه وبيصنعهم حاجات تانية وكمان فيه اقاويل ختير قالت ان البوركس اه بيكون خطر فاحنا بنجيب بديلو بحاجات اه ما تبقاش خطر علينا وفي نفس الوقت تبقى اه ما فيش قلق منها خالص وانا بتعامل معي تمام المهم ان انا ضفت نقطة نقطة وببتدي اعجن اعجن لحد ما يلمي معي انا حسيت يا جماعة وانا بعجن ان هو نشف مني وانا غصبا عني زودت بيرسيل جل اه كتير فاعمل ايه اه حسيت ان هو نشف مني فازعلت فقلت ايه لا انا هضيف حوالي معلقتين من المياه وابتدي اعجن فيه تاني واسيبه يرتاح حوالي 3 دقايق وهشوف فعلا هل هيرجع طري ولا لا فيه بقى معلومة انا اخدتها من احد المشتركين عندنا في القناة وبقول لها شكرا جدا قالتلي ديفي نقطة زيت اي زيت زيت طعام زيت 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 نقطة علي سلايم بعد ما اتخلصيه واجيني فيه تاني هيصبح شكل رائع وبيمط مطة رائع فعلا انا جربت اضيف نقطة زيت وفعلا لقيته بيمط مطة حلوة جدا وبيدي كمان لمعة حلوة قوي ففعلا شكرا جدا ان هي قالتلي الفكرة دي فظيعة وكذا حد بصراحة الهالي وفعلا بتفرق جدا في شكل الاسلايم وكمان بتدي لمعة وبتفرق جدا في مطته يعني شايفين بصوا اكيد باين على الاسلايم اللمعة بتاعته وانا بشده دي لمعة الزيت انا طبعا ضفت زيت طعام عادي انت رايزين تضيفوا زيت زيتون زيت جوزهن ده زيت شعر ما فيش اي مشكلة كل الزيت اهم حاجة هي تكون حاجة دهنية بتساعدني في مطة السلايم وفي نفس الوقت بتعمل اصوات حلوة قوي 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 بجد جربوها وقلولي ايه رأيكو فظيعة فظيعة انا فرحونا ان هو كان رحته طحفة وغير كده شكله جميل تعالوا بقى نشوف اجابة الاسئلة اللي فاتت انا كنت سألها ما هو اطول نهر في العالم كتبت دكتور ايمين نهر النيل وتوفي الرسول عليه الصلاة والسلام سنة 632 هجريا معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام من اسراء والمعراج وانشكاك القمر ونبوع الماء من بين اصابع دي اجابة اول متابعة معنا ودي كانت الاسئلة بتاعتنا تعالوا نشوف الاجابات التانية وحنين اشرف برضو جاوبة نفس الاجابة النهر وماليكة تعالوا نشوف شاهدة احمد بتقول من اول حيوان خلق على الارض وسلم واليد في اي شهر هجري وقعت غزوة بدر ومحمد بيقول من اول نبي صام شهر رمضان التلات اسئلة دولة تياريت تجاوبوهم تحت في التعليقات عشان انزل اجابتكو في الفيديو الجاي باذن الله وفي نفس الوقت برضو هستنى اسئلتكو ولسه مستمرين برضو في وصفات المشتركين بس انا لسه بعمل الفيديو فياريت تنزلو تحت في التعليقات تكتبو وصفاتكو الرائع وكل سنوات طيبين وبحبوكو قوي باي باي